سولي محمود بتقول السلام عليكم بعد إذنك يا دكتور لو سمحت بنتي لو سمحت سؤال بنتي عندها خمس سنين وبلاقي في شعرها شعر أبيض طبعاً ده موضوع حلو وما تكلمناش فيه قبل كده ممكن أعرف إيه أسبابه بدأ أول سؤاله هو وهل ده طبيعي يحصل عند الأطفال وهل ممكن فيه أي أدوية تمنع ظهوره أو أي علاج يتقل الشعر لأن فروة شعرها بينة جداً شكراً لحضرتك طيب هنجاوب على الأستاذة سولي محمود وكل الناس اللي عندهم أطفال سواء في السن ده أو أكبر شوية يعانوا من هذا الأمر وهو وجود الشعر الأبيض أو ضعف الشعر طيب طبعاً وجود الشعر الأبيض عند الأطفال أو حتى الكبار الكبار اللي في العشرينات أو التلاتينات أمر غير طبيعي يبقى ده أو الإجابة يعني الإجابة دي الأول سؤال ده طبيعي أو لا؟ لا طبعاً ده مش طبيعي لكن مع تقدم العمر بتتوقف خلايا الشعر ما الشعر ده مليان خلايا زي أي عضو في الجسم بتتوقف خلايا الشعر عن تكوين وتصنيع مادة اسمها الميلانين والعمر اللي بيتحول فيه الشعر من اللون الأسود إلى اللون الرمادي أو الأبيض اللي بيحدد العمر ده هو جينات الجسم لأن الجينات هي اللي بتتحكم في مخزون صبغة الميلانين وبعد كده مش بس تتحكم في المخزون في إنتاجه كمان بعد كده في خلايا خاصة اسمها الميلانوسايتس يعني المادة اللي بتدي للجلد والشعر لونهم المحدد اسمها الميلانين الخلايا بقى اللي بتصنع الميلانين دي اسمها ميلانوسايتس طيب نرجع للسؤال ونجاوب بشكل محدد مفيش أدوية تمنع ظهور الشعر الأبيض ده برضو كان الجزء الثاني من السؤال هل في أدوية تمنع الظهور ده؟ لا مفيش أدوية تمنع ظهور الشعر الأبيض لا عند الأطفال ولا عند الكبار أما بالنسبة لشكل الشعر اللي نها بتقول شعرها خفيف وعايزة حاجة تقل الشعر شكل الشعر سواء تقيل أو خفيف أو ناعم أو مجعد برضو اللي بيتحكم فيه الشفرة الوراثية للجسم لكن فيه عوامل طبعا بتحافظ على الشعر هنقولها بعد شوي لكن لما نخلص الأجوبة المحددة لصاحبة السؤال يبقى احنا كده جاوبنا على أول سؤال كان عندها وهو إنه ظهور الشعر الأبيض عند بنتها أو عند الأطفال طبيعي ولا لا وقلنا إنه مش طبيعي وقلنا كمان إنه مفيش أدوية تمنع ظهور الشعر الأبيض هنقول بقى العوامل اللي تخلي الشعر الصحي صحي يعني صحي مش تقيل مش تقيل لأنه زي ما اتفقنا تقيل أو لأ لأ ده حاجة تخضع للجينات إنما فيه عوامل تخلي الشعر صحي ودي هنقولها أما آخر جزء في السؤال فهو يعني هنرجع للجزئية دي في سؤال الأستاذة سولي محمود وحضراتكم برضو تعرفوا إيه الحاجات اللي بتخلي الشعر صحي هنرجع لده دلوقتي لكن نخلص بس السؤال بتاعها وهو بتقول فيه جزء في السؤال بتقول إن فروة شعر البنت بينة أو واضحة فروة الراس وطبعا ده الحقيقة ملوش علاقة بقى بلون الشعر لكن له علاقة بإيه؟ بوجود الشعر في المكان ده أو لا وطالما فروة الراس بينة بشكل واضح كده فده معناه إن المنطقة دي فيها الشعر مش موجود بالمعدل المطلوب والدليل على كده إن إحنا شايفين فروة الراس في الجزء ده وده أكيد يتطلب المشورة الطبية آه ما نسيبش الموضوع ما نقولش لا دي هتملل وحدها زي بعض الأمهات يقولوا كده يقولوا الحتة دي فضية كده لا هتملل وحدها لا طالما لاحزنا وجود منطقة كده خالية من الشعر خالية يعني إيه؟ يعني فيها شعر بس إحنا شايفين فروة الراس يبدأ أمر يتطلب المشورة الطبية فأني تخصص في تخصص طب الأمراض الجلدية خلاص؟ كده إجابة السؤال خلصت تخصص طب الأمر الجلدية